شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة الإذاعة الأولى المختصة في الصحة نعطيكم المفاهيم الصحيحة والنحيو المفاهيم الغالطة اللي دارجة عن بعض الأمراض عند التوانسان يوم شاكي لكم على مرض التواحد واللي هو عبارة من مجموعة من اثترابات النمو العصبي تتسم بضعف التواصل ومهارات الاجتماعية والسلوكيات والاهتمامات المتكررة والمقايدة ولكن عنا بعض المفاهيم الغالطة التواحد هو اثتراب في الصحة العقلية وهو اثتراب مرتبط بتطور الجهاز العصبي وين أظرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بالتواحد يعانون من تشوهات في بنية وظيفة الدماء مشكلة في التفكير والتواصل القدر على التواصل مع الآخرين وغالبا ما يعانيه من اثترابات نفسية أخرى كما الإقلاق والتغيرات الحالة الميزاجية ونقص الانتباه وخاصة اثتراب في فرط النشاط فكرة أخرى غالطة أن جميع المصابين بالتواحد متشابهين التواحد هو مجموعة من إعاقات النمو التي تؤثر على التواصل والقدرات الاجتماعية والسلوكية هذا يعني أنها تؤثر على كل شخص مصاب بالتواحد بطريقة مختلفة مما يجعل المصابين بالتواحد مختلفين على بعضهم يحدث بسبب سوء التربية أو اللقاحات هذا يزيد اللي تنجم تسمه وهذا اللي هو غالط وإن لا يعرف الباحثون سبب الدقيق للتواحد ولكن سوء ممارس الأبوة والأمومة أو اللقاحات ليس بالتأكيد سبب التواحد لا دليل يدعم أنه التطعيم الأطفال والأبوة وسيئة يؤديين إلى تطور مرض التواحد فكرة أخرى زيدة غالطة أن المصابين بالتواحد ليست لديهم مشاعر هذا ما هوش صحيح؟ هناك فكرة خاطئة عن المصابين بالتواحد بأنهم ما يحبوش ما عندهمش التعاطف أو التعبير الكبير فقد أظهرت الدراسات أنه معظم المصابين بالتواحد قادرون على الشعور أو التعبير عن الحب أو التعاطف ولكن قد يظهر بعضهم مشاعرهم بطرق أقل وضوح ولا يعني هذا أنهم لا يستطيعون الشعور بأنه التعبير عن الحب أو التعاطف شنو الصحيح؟ تصحيح بعض التصورات الصحية الخاطئة